عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت الندوة الثقافية الموسومة حضرموت هوية راسخة وشراكة تقبل الجميع والتي ينفذها مركز حضرموت للدراسات الاستراتيجية والإقليمية بتنسيق مع حركة الشباب الديمقراطي حشد وقدمت خلال الندوة عدد من أوراق العمل كانت الورقة الأولى الاستحقاقات الحضرمية في مفهومي الإقليم والدولة قدمها الباحث والإعلامي أحمد بن زيدان كما قدم الدكتور أحمد بحادثة ورقة العمل الثانية القوى العسكرية لحضرموت من جيش البادية إلى النخبة الحضرمية كما قدمت ورقة العمل الثالثة بعنوان هوية حضرموت هوية راسخة من قبل عضو مرجعية قبائل حضرموت حضر الندوة وكيل وزارة الإدارة المحلية عصام حبريش الكثيري وعبدالهادي تميمي والوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء وكذل علامة هاشم عبدالقادر الحبش رئيس علماء اليمن بمحافظة حضرموت وعدد من الشخصيات الأكاديمية والقبلية والمثقفين والنشطين من الشباب بمديريات وادي حضرموت والصحراء